انه يجد الشيء في الصلاة يعني يجد الشيء في الصلاة يعني ايه الحدث الناقض للوضوء ادي معنى الشيء في الصلاة ولان الحدث ايه لفظ احيانا يكون مستقذر يقول خرج مني ريح خرج مني مش عارف ايه اسهال الحاجات المستقذرات دي العرب ما تحبش تقولها في الالفاظ مؤدبين في الوضوء في يوم يكني عنها بلفز جميل يقولك الشيء يخيل اليه الشيء ويقصد الشيء يعني الناقض للوضوء يعني الحدث فهمت وعرفنا منين انه هو يقصد كده ان الحديث بعديه كلام النبي دل على النبي فيهم اصده فهمت وبين ان الشيء هنا هو الحدث بدليل قول النبي قال لا ينتقل او لا ينصارف يعني لا تقطع صلاتك لأجل شك تقطع صلاتك لما انه متيقن حتى كده قال لي ايه لا ينتقل ولا ينصارف يستمر في صلاته حتى يتيقن وايه مع علامات اليقين اللي النبي قالها حتى يسمع صوتا او يجد ريح يعني يشم ريحة وحشة او ايه يسمع صوت لان الخروج من الدبر اما يكون بصوت اما يكون بغير صوت لو بغير صوت بيبقى في ريح والصوت مش محتاج ريحة بقى اما الصوت خلاص واخد بالك يعني الناس كلها سمعتوا في الميكروفون يعني فمش محتاج انك انت ايه ايه تتيقن او ما تتيقنش فهو خلاص بقى يقين يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه لا تخرج من صلاتك لمجرد الشك بل تيقن اخرج ما فيش تيقن استمر ويعفو الله عن كثير